ينظم صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة يوم الخميس الجاية الأمسية الثانية من برنامج نجمات التميز تحت عنوان قصة نجاح وجواعز وتبرز الأمسية نجاحات المرأة في حقول العمل المتنوعة يمكن أيضا للراغبين الحضور وحاجز مواقعهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمسية التي تقدمها الأستاذة سمر المقريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أستاذ سمر أهلين يا أهلا وسهلا أبي تكلميني عن هذه الأمسية التي صار فيها كلام عنها وأيضا إيش فايدة مثل هذه الأمسيات التي تعقد وأيضا تكون بشكل رسمي هذه الأمسية تأتي ضمن برنامج مؤسسة الأمير سلطان لتنمية المرأة هذه المؤسسة لها دور كبير في تمكين المرأة برنامج نجمات التميز هو يدخل ضمن هذا البرنامج الهدف منه هو عرض التجارب توثيق السير الذاتية أنه يكون فيه مرجع أساسي للنساء السعوديات الناجحات في هذا المجتمع الكلام عن اللي يصير في مثل هاللقاءات في حضور كبير ولا زي منول كان يقولون منول أن بعض اللقاءات يعني مثقفين يكلمون بعضهم ولا حد يحضر والله أنا أول مرة أروح فما أقدر أجاوبك على هذا السؤال إلا بعد الأمسية يعني ممكن تكلمني يوم الخميسة الساعة ثمانية بعد ما تنتهي وأبلغك إذا الحضور كبير لكن في مؤشرات يعني أنا حسب ما أسمع طبعا في ويب سايد لتسجيل الحضور فحسب ما أسمع أنه فيه عدد كبير يعني سجلوا حضور بس هو للتوضيخ لأنك أنت قلت في البداية أنه على الراغبين أنهم يسجلون حضور ويجون لا هو على الراغبات لأنها أمسية نسائية ما فيها يعني لا بس إن شاء الله مستقبلا يعني أنه برنامج نجمات التمييز وصندوق الأمير سلطاني يعني يخصصون مكان للحضور الرجالي يعطينا كلوسة صغيرة من اللي بتقولين في المحاضرة والله أنا ما حضرت لأنه دائما المحاضرات اللي أقدمها تكون جميلة وتنجح اللي ما أحضر إذا حضرت سبحان الله يعني ما تظهر يعني كنت في المحاضرة ويش ممكن تقولين للنساء أبدا أنا يعني حابة أني أتكلم عن تجربتي يعني أنا طبعا الحمد لله فخورة بنفسي وفخورة المجتمعي أيضا فخور فيني أنه أنا قدرت يكون لي دور أنه قدرت أقدم شيء لهالمجتمع أني قدرت أقدم المرأة صاحبة القلام صاحبة الرأي صاحبة الإصرار يعني رغم وجود بعض العقبات اللي ممكن يعني تهز أي وحدة في طريق تمييزها وتخليها تتوقف لكن الحمد لله يعني أنا عن نفسي بالعكس يعني مثل هذه الإخفاقات كانت أو هذه العثرات كانت تزيدني إصرار ماذا مثلك الصورة هذه اللي الآن خلتنا طبعا أنا كثير فخورة بجائزة المحتاحة للرياضة الوطنية اللي استلمتها العام الماضي أيضا الجائزة هذه لها معنى كبير عندي غير الجوائز الثاني يعني طبعا كل جائزة لها طعمها ولها مذاقها ولها متعتها لكن هذه تحديدا لأنها أولا جائزة وطنية وإحنا كثير يعني نعاني من مشكلة أنه دائما يقول لك الوطن لا يكرم أبنائه أو يكرمهم بعد وفاتهم وإيضا جائزة المفتاحة أيضا صعب الحصول عليه طبعا أكيد وكون أني أنا يعني كنت أيضا أول كاتبة تحصل على هذه الجائزة فكان يعني هذا شيء يفرحني ويفرح زميلاتي لأنه راح يفتح لهم الباب وإن شاء الله نسمع السنة هذه أنه فيه كاتبة أخرى تكون فازت فيها سمر المقرم بتكتب عن صعوبة البدايات ولا طعم النجاحات التي تحققت بعدين لما نجحت لا طعم النجاحات أحلى أنا دائما لا أتوقف عند الصعوبات أنا أتصور أن الصعوبات يكون شكلها جميلة لما نتكلم عنها لأنه بعدين الثمر طلع وبين الصعوبات إذا أخذنا منها الجانب الإيجابي أنا دائما يعني والحمد لله هذا يعني سر من أسرار تميزي ونجاحي نجاحي يعني على جميع المستويات ولله الحمد أنه أنا دائما لا أتوقف عند التجربة السلبية أخذ منها دائما الجانب الإيجابي لأنه ما في تجربة سلبية بالكامل في تجربة كلها جانب إيجابي يكون في شيء تعلمت منها التجربة البداية كانت من الوطن تقريبا البداية كانت يعني البداية الأساسية أو الانطلاقة انطلاقة الشهرة كانت من الوطن يعني وبالذات لما نفس المسألة أي أنت كنت معاي لا أنا بعدك أي فلما أتذكر يعني كانت قصة مريم المرأة التي تعرضت للعنف وخبأت الذهب والفلوس هذه كانت أول قصة ما كانت أول قصة أنا قدمت قصص كتير قبلها بس كانت هذه الانطلاقة العالمية لأنه أخذتها وكالات الأنباء العالمية الصحف الأوروبية والأمريكية فكانت الانطلاقة العالمية فبديت يعني صار بعد هذه القصة صار سقف الطموح عندي أعلى رأي أفقك أختي سمر المقرن يعطيك العافية وشكرا لكم يعني أنكم أنتم تهتمون بمثل هذه الأنشطة النسائية وهذا بعد ضمن برنامج لأنك سندي اللي احنا أيضا نشتغل عليه في صندوق الأمير سلطان وانتم تلدنا استضفناهم ايه شفت اللقاء يعني وتحية للأستاذة هناء الزهير وكل القائمين معها وهذا أيضا يعني كلمة ممكن أختم فيها أن المرأة هي الداعمة للمرأة احنا فعلا نحتاج إلى دعم النساء لبعض لأنه احنا كنساء نقوي بعضنا البعض وما شاء الله من صندوق الأمير سلطان وهناء الزهير ومجموعة النساء اللي معاهم يعني قاعدين يقدمون دعم كبير للنساء والله يوفق الجميع مبارك لك إن شاء الله بنجاح الأمسي إن شاء الله من خميسة جاي أختي سمر المقرن نقدم الدعوة للنساء الشرقية يعني لا تنسوني طي شكرا لك أعطيك العافية شوفك على خير الله يحفظك شكرا لك شكرا لك